اشتركوا في القناة اخبطوا تريلر ري اكشن قبل ما نبدأ في البرومو بتاع بتاع رامس جلال البرنامج بتاعه عايز اقول لكم المسلسل اللي انتو اخترتوه السنة دي على هوم سينما اللي هيكون المسلسل رقم 12 اللي احنا هنتفرج عليه ونعمله مراجعة ان شاء الله بإذن الله في مسلسلات رمضان هو مسلسل جودر بتاع الف ليلى والليلة زي ما انتو شايفين اهو دلوقتي في البول هو اكتر مسلسل جاه عليه وهو هيكون المسلسل رقم 12 معنا في القايمة السنة دي على هوم سينما بالنسبة للمسلسلات قبل ما ابدأ الحلقة كنت عايز اقول لكم كل سنة وانتو طيبين معنا هنا في رمضان في البيت زي كل سنة على هوم سينما ويا رب يعني تكون سنة حلوة خفيفة ولزيزة ورمضان يعد يعنينا بسرعة بصراحة انا رمضان يعني حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي اكتر كما يعني برا هوم سينما بالنسبة لي ده يعني بالنسبة لي ده رمضان يعني حاجة جمدة قوي يعني بالنسبة لي يعني مش مجرد مسلسلات بس زي ما الناس معتقدة يعني يعني اوتسايد هوم سينما ومسلسلات وكده يعني برضو الالفة والأسرة وبتاع والقعدة ويعني انتعارفين يعني جو رمضان يعني اي لوف رمضان بصراحة يعني الرمضان فايبز يعني مش بتكلم عن رمضان فايبز برا يعني وجو بقى رمضان نايتس وانا بتكلم الجو الأسري بتاع البيت يعني قبل ما نبدأ عايزين بس ما تنسوش تعاملونا سبسكرايب ده بالنسبة لنا بيساعدنا جدا على هوم سينما تنسوش تكونوا عاملين سبسكرايب للحلقة قبل ما نبدأ نتفرج على تريلر بتاعنا بتاع برنامج رومز ما تنسوش تكونوا عاملين سبسكرايب ولايك وشير للحلقة زي ما وبقول لكم دايما ده بيساعدنا ان احنا ان شاء الله باذن الله نجبر اكتر واكتر هنا على هوم سينما بعد ما تعبنا وعملنا محتوى جامد وجبنا كاميرا وساتب بقى وبتاعه وحركات فزي ما زبطتوكو زبطوني يعني لموارخس يلا بينا نبدأ على طول في البرومو الرسمي بتاعنا لبرنامج رامز اسمه برنامج رامز جاب من الاخر كنا عاملين حلقة كناش عارفين اسم البرنامج لحد دلوقتي بس أبارنتلي طلع اسمه في الاخر رامز جاب من الاخر اتمنى البرنامج بيبقاش سخيف يعني بصراحة زي كل سنة اتمنى يفاجئنا السنة دي بحاجة جديدة كان عادة مشوفش الترييرا روالا مرح هو لسا الترييرا لسا نزل ما فيش من ساعة لربع فلا اول مرة هشوفه معاك ويلا بينا اوكي بصراحة الاعلان حلو يعني نكونوا صراحة الاعلان حلو وعجبني فكرة ان السنة دي حيبقى ضيفين مش ضيف فكرني شوية برامز بيلعب بالنار سبحان الله متقولش رامز شاف الحلقة بتاعتي يعني كان عاجبني الفكرة بتاع رامز ان هو جايب دي فين وغير كده الحاجة التانية المهمة ان الكافايبز برضو حسسها هورور شوية برضو سبحان الله زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاعنا اللي احنا عملنا من كام يوم وحاجة تالتة ان اللي عاجبني اكتر ان البرانك مش مجرد برانك واحد هو فيه كذا برانك ده اللي انا شفتم الفيديو البرانك ان هو فيه كلب وبعد كده بينزلهم في مياه تقريبا وبعد كده بيبقى فيه تيعبان وبعد كده بيبقى فيه كروكوديل اللي هو التمساح فموضوع تقريبا فيه الديف حيعدي على كذا مرحلة يعني ده اللي بصراحة عاجبني فشخ ان انت نوع يعني بجد اللي انت نوع يعني الحلقة هتبقى فيها كذا حاجة مش مجرد برانك وخلاص ايه السنين اللي فاتت سنين اللي فاتت السنين اللي فاتت مثلا على سبيل المثال كانوا بيخشوا اللي هو المطعم ده كانوا بيخشوا القوضة ولا المطعم والبتاعه يقعد يلف بيهم that's it this is the prank وبعد كده السنين اللي مش عارف اللي قبلها كان مش عارف كان بيقعد على الكرسي والكرسي يقعد يلف ويتير بيه وبعد كده this is the prank فهنا عاجبني ان فيه الى حد ما التنوع يعني فكرة ظريفة مش عارف ليه حسه ومش هيبقى وحش يعني حسه الى حد ما هيبقى لذيز بالنسبة للديوف اللي حيبقوا موجودين اللي بصراحة لمحتهم يعني فيه كذا حد لمحته عرفته وفيه كذا حد يعني ما لمحتوش قوي يعني برضو عايزة ادي كده سريعا انطباع يعني مين هو بسم صامرة طبعا ده فرشور موجود واحمد مالك ده احمد مالك معرفش مين دي تقريبا على معطاقة دي مها احمد وبعد كده تقريبا دي مين لأ دينا مش هيعرفش هادر شوفها شابها شوية نيلي كريم بس دي وش مش نيلي كريم لأ دي مش نيلي كريم وش ده حد تاني بس انا مش قادر افهم دي مين احمد حسان ميدو وتقريبا دي ويزو اي تينك سو ويزو اي تينك اخر واحد خلص ده كان مصطفى خطر واللي لمحته تقريبا في الاعلام في النص فيه نوها عبدين اي تينك حمد هلال اي تينك حمد هلال الراجل ده ما عمش فاكر اسمه للأسف هو ممثل صعودي ولا اماراتي ولا كويتي بس هو خليجي يعني هو مش مصري الراجل ده جاء قبل كده دي انا ما عرفش دي مين صراحة دي مش قادر افهم دي كند علوش دي ولا دي مين دي نجلاء بدر اي اف نو كلو حب اعرف الديوف يعني من الاخر دي نو اي هي دي يسرى اللوزي بس لو دي يسرى هو فيه ايه دي شكلات غير غالص دي يسرى اللوزي وتقريبا دي بسانتش هوا ايه على ما اعتقد اه نفس الراجل تاني وده حسين الشحات بتاع الكورة اللي معاي هناك ده انا مش هاخدش بالي مين تالي وان كهرباء على ما اظنني يعني اه بسم صامرة اه وفي اخدت بالي من هنا في احمد الساقة كمان احمد الساقة او بسم صامرة اي تينك ولا بسم صامرة واااا وااا واااا وطرق لطفي تقريبا. دي تقريبا انتصار. ده محمد صروت حلقة محمد صروت بجامدة فشقة او احمد السقة والنفس الافورة افورته المعتادة. ده احمد فهمي واما وتقريبا على معتقد اللي معادها محمد اهلال. وبعد كده ده تقريبا مش ده مين ده? ده محمد انور مصرح مصر. اللي معادة مش هدرا جس ده مين بصراحة مش عارف. انا معرفش ده مين ممكن. ده كهربا والتاني ده من مش فاكر اسمه تريزيجي ده ولا كان اسمه انا مش فاكر اسمه. اسمه هو ايه عاملني? عبدالله السعيد اي think so. اه دي مش هعارف مين دي. ايت نعامر انا اخدت بالي اه كان في ايت نعامر وسويا الخشاب تقريبا كمان. واه حسن شكو اه حمد المرغاني وامراته. حسن شكوش برضو الاكس. فتقريبا ده متصور من زمان البرنامج. معرفش مين اوبر اول وكان فيه كسبارة انا قلت مش عارف ازا كان قلت ولا لا كان فيه كسبارة برضو. مش عارف اه البرنامج يعني كديوف مش مش عارف. حسن كان الديوف كانت ممكن تبقى حاجة اقوى من كده شوية. يعني الديوف عندي مشوكلة شوية مع الديوف. يعني الديوف كنت متوقع ان هيبقى فيه ديوف يعني افشخ من كده بكتير. لان احسن الديوف دي معظمها معظمها جيه قبل كده. يعني اه حسن شكوش ده جيه قبل كده. اه ايت نعامر جات قبل كده. لعيبت الكرة دي جات قبل كده. احمد ساقق جاء قبل كده. فمعرفش كان امها احمد جاء قبل كده لو هادي كانت ملأ امها احمد. فمعظم الناس دي جاءت قبل كده. فعشان كده كنت تتوقع ان يبقى فيه ديوف تانين يعني. فبس يعني ولا متفائل ولا متشائم بصراحة بس حاس ان هي حتبقى حاجة الى حد ما افضل من بتاعت السنة اللي فاتت. ده من وجهة نظري. يعني حاس ان هي حتبقى حاجة الازمة بتاعت السنة اللي يعني هي والسنة اللي قبلة. بس بس اوبر اول بصراحة يعني الى حد ما كويس. مش مش شاف حاجة وحشة يعني. وبس. كلوا ساونت طيبين وان شاء الله بإذن الله هشوفكم في حلقات ان شاء الله بإذن الله في رمضان. اتمنى الحلقة اكون عجبتكم ان شاء الله هشوفكم في الديهات تانية قريب. ما تسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم ما تسوش برد تعملوا سبسكرايب للشانيل ذات تانية الاسمة هومالون وتيكتو. حاسب لكم اللينكس في الديسكريبشن ولو حابين تعملوا الفولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستجرام برضو حاسب لكم اللينكس في الديسكريبشن وباي باي.